اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اعزائنا المشاهدين مساء الخير انا سلوة من قناة الكرمة بيشرفني قوي ان انا اجي واقعد معاكم ساعة زمن نتكلم فيها عن حاجات كتير احنا محتاجين فيها ان احنا ندردش فيها مع بعض ونتعلم حاجات كتير الروح الكدس بيعلمها لي وبيعلمها لكم وبنقدر بعدها بننتصر على صعوبات كتير على اصوار كتير على ضغوط كتير بنقدر نعدي اصوار وقفة اصدنا وحواجز وقفة اصدنا بتعطل عننا بركات كتير بتعطل عننا سلام كتير فعشان كده النهاردة نفسي اتكلم عن حاجة فعلا الروح الكدس حطها على قلبي اوي اللي هي القلوب الخائفة نفسي اوي اتكلم عن قلوب خائفة طبعا مش هقول في حد فينا معفي من الخوف مش هقول ان ما فيش حد مش بتواجه مخاوف كل واحد لينا ليه نوع خوف من شكل او من ناحية معينة في واحد خايف من حاجة وفي واحد خايف على حاجة تانية في مخاوف جات من زمان اخطاء عملناها ومشاكل عملناها زمان عارفين بصمتها لسه قعدل حد دلوقتي مازلنا كل ما نفتكرها بنترعب قوي كل ما تيجي على بالنا نخاف الناس تعرفها نخاف حد يكلمنا فيها نخاف حد يكون بيكتشفها ونفضل الماضي بيطاردنا بخوف جامد قوي ونفضل مضطربين في الحاضر وعارفين بتبقى بصمتها بتوصل للمستقبل وبفضل خايف منها بكرة وبفضل خايف منها بعده وبفضل خايف منها السنة الجاية واللي بعدها وانا لو سبت نفسي للخوف هعيش العمر كله بخاف 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 وعندنا تعبير معروف كلنا بنقوله انا ميت من الخوف انا مرعوب من الخوف كلنا عايشين خوف لا مش كلنا عايشين خوف في بعض الناس عايشة خوف خوف صعب خوف مؤلم انا عايزة الناس اللي سمعاني بقوله كل واحد وكل واحدة من الحبايب اللي سمعاني انت الآن مش بتنام بالليل تفكيرك مشلول العدو حاطت على قلبك حجر مخلي الفرح مش بيجي ناحيتك ناس كتير ساعات تقولي في التليفونات مش قادر افرح مش قادر افرح هو في ايه فرح لما في كذا وفي كذا وفي كذا وما في الشغل وفي مرض وفي ضغوط وفي 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 واللي معايا قليل ازاي ما خفش ازاي ما اطربش ازاي ما قلقش ازاي النوم ما يطرش من عيني ازاي ازاي وبيفضل كل واحد فينا قدامه استفهام اليوم كله وهعمل ايه فكذا واللي في ايدي ده هيكفي البكرة والرنت الايجار هدفعه منين وانا لو رحت الحتة لما عاييش ايجار التذكار انا مش معايا انا ما عنديش انا ما عرفش نظرات كلها خوف اوهام كلها خوف مشاعر كلها خوف مش هقول كلها 100% لكن في معظمها عبارة عن اوهام من الخوف معظمها اوهام عارفين الكتاب المؤدس اتكلم كم مرة عن الخوف 500 مرة الكتاب اتكلم عن الخوف احكي لكم قصة طريفة كنت سمعتها من احد الخدام عن الخوف بيقول فيه بنت صغيرة كان فيه محفور جنب بيتها بير والبير دي عميقة وكانوا بيعملوا شغل فيها بس لسه ما تسدتش فكانوا الناس خايفين لحسن يقع فيها طفل ما قالوا لحسن اي ولد صغير يعد يقع في البير عايزين نخلص الشغل علشان نسدها محدش يقع فيها ففيه طفلة معدية ومشية بعيد عنها وبصت كده من بعيد شافت البير اترعبت وتخضت ورحت جات على جنب وقعدت تعيض 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 عدى واحد يا بنت مالك بتعيض قالت له يا عمو انا خايفة من البير انا خايفة من البير قال لها انتي قاعدة بعيدة عنها انتي خايفة منها ليه قالت له يا عمو انا خايفة اكبر خايفة اتجوز وخايفة ربي ديني ولد ويجي الولد يمشي جنب البير ما تكونش لسه البير تسدت يروح يقع فيها ويموت وما طولهش تاني وعمالة عيط فالراجل طبطب عليها قال لها يا حبيبتي يمكن ما تسكنيش هنا ما تجبري يمكن عبال ما تجبري تكون تسدت البير من زمان يمكن ما يكونش عندك اولاد يمكن تكوني في بلد في الخارج يمكن ويمكن ويمكن لحد ما بتاعتها تدارك انها عاشت وهم كبير اسمه البير المحفور اللي ممكن نقع فيه العدو بيجيب لينا وبيجيب لكل واحد من الناس اللي سمعاني استفهمات واوهام معظمها ليس لها اساس من الصحة لو واحد تصدع اول واحد حاجة هتفكر فيها ايه اكيد عندي ورن في المخ لو واحد بطن وجاء لازم اعمل كل نسكب لازم اتشكل قل لا يكون عندي كنسر لازم اقل وعلى طول عايشين في رعب وبينجح الشيطان ان يحط قدامنا ابراج من الوهم ابراج من الرعب تخليني لعارف انام عصبي في البيت مش حامل حد يكلمني وده بيطلع على الاولاد وبيطلع على الزوج وبيطلع على الزوجة وببقى وانا بسوق مخي في ودي تاني صح؟ مش بيحصل كده؟ انه وانت بتسوق بتبقى السكة في طريق وانت ماشي في طريق ودماغك في ودي تاني ولولا نعمة الله كان ممكن تعمل حدثة كل يوم وانت ماشي على الطريق لان الخوف عامل دايرة حواليك وانت مستسلم لعدو شرير مجرم عارف يدمرك بالخوف لكن في حاجة حلوة اوي 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 بتشجعنا وبتطمننا في الغربة اوي في نوع اخر من الخوف بس خوف رائع جدا جدا الخوف دا عبارة عن رهبة عبارة عن مهابة عبارة عن احترام عبارة عن وقار عبارة عن ورع عبارة عن قلب احتفنا يفكر من اي نوع انا وازاي اذا كنت من النوع الصعب دا اللي العدو بيهرسني فيه اللي العدو بينجح انه فعلا يتحانني فيه ويدخلني بين حجري راحة اسمها الخوف اقدر ازاي اتنقل وتحول للمخافة المخافة دا شيء عظيم جدا المخافة دي بتيجي نتيجة محبة مليا القلب للرب يسوع المسيح القلب اللي مليان بالمحبة بس محبة مش اي محبة محبة صادقة محبة من قلب طاهر بشدة محبة مصدرها الروح القدس اللي ساكن فيها المحبة دي بتطرح الخوف الى خارج زي ما الكتاب بيقول ان المحبة الكاملة تطرح الخوف الى خارج كنت عايزة اسأل كل واحد فيكم يا ترى انت من اي جانب ومن اي نوع انت شخص خائف الخوف الطبيعي البشري اللي كل الناس بتخافه ولا انت شخص بتتمتع بمخافة الله العلي ما اروع ويا بخت الشخص اللي بيتمتع بالمخافة الحقيقية لله العلي المخافة بتاعته عظيم يا جماعة المخافة بتاعته ممتعة جدا لاني بتحسسني بامان بتحسسني بثقة بتحسسني بصدق في علاقتي بيه بتخلي كل يوم محبتي تزيد لي الخوف يقل حتى لو جيه الخوف يهاجمني حتى لو جيه الخوف يهاجمني ممكن ييهاجم اولاد الله الخوف طبعا طب ليه ليه الخوف ممكن يهاجم اولاد الله اذا كانوا بيتمتعوا بالمخافة اذا كانت قلبهم مليانة بالحب للمسيح عارفين ليه لاني الشيطان هو اله هذا العالم هو رئيس سلطان الهوى لكن عارفين يحربنا ولا يقدر علينا لاني الذي معنا هو اقوى من الذي علينا عارفين مين اللي معينا عارف مين اللي معاك في البرية عارف مين اللي معاك في الغربة خالق السماوات والارض بكلمة قدرته الاله العظيم الذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان هو دل معاك لما يكون هو دل معاك هيكون موقفك ايه هتفضل مرعوب هتفضل خايف هتفضل مضطرب هتفضل دموعك على المخدة انتو عارفين ان كم مرة الواحد بينام باكي اللي كله اشكر ربنا انك بتسحى زي منتا وبتسحي زي منتا لان في ملايين الناس اتنقلت للمستشفيات عندها ستروك عندها شلال فريسة الامراض فضيعة ناتجة عن الخوف لاننا بنستسلم لعدو مرهب جبار وبيفضل يضغط علينا مش عارفين نهرب من ايده مش عارفين مش عارفين نهرب من ايده لكن بنعمة الله النهاردة انا متأكدة واسقف الهي الحلو الرائع ان في كاثرين جدا الاف ملايين هيتنقله من الخوف والرعب اللي عايشين فيه اللي فعلا هيخلي الامرات تفترسهم وحيتنقله لإله رائع وحب عظيم قال بصوت عالي قوي تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم وأنا أريحكم هو الأب الرائع اللي نقدر نجيله لكن على أي أساس نقدر نجيله لازم علشان نجيله لازم نيجي نطلب منه رحمة لازم نيجي نطلب منه مغفرة لازم نيجي نطلب منه تطهير لقلوب خطية محتاج للتطهير مكتوب عن الرب يسوع الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء الإله الذي لم يشفق على ابنه بل فعلا بذله لأجلي والأجلك والأجلك كل واحد على سطح الكرة الأرضية إزاي مش هيقدر يدينا كل احتياجاتنا البشرية اللي بنحتاجها هيدهلنا وهيدينا فوق ما نطلب وهيدينا فوق ما نفتكر بس فيه شرط أساسي عارفين عارفين ليه الله مش بيسمع صلاتنا ده شيء كتير بتسقل للسؤال ده يغتل وأنا عندي وعندي وعندي وبمر 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 ولما يجي أطرح سؤال صغير وأقول لها عزيزتي عزيزي ليك علاقة حميمة مع الرب في بعض الناس يقولوا آه أشكر الله لي علاقة حلوة مع الرب لكن في ناس يقولوا يعني نص نص بس أصلي عندنا وعندنا وعندنا طب ازاي طب ازاي أنا في إيه ولا في إيه أنت بتكلمي في إيه وأنا بكلم في إيه أنا عندي مشاكل أنا مضغوط أنا مريض أنا مضمر أنا محطم أنا عندي ديبراشن أنا عندي سترس أنا ضايع في ناس في ناس بتقول لي إحنا بينا ما بين الانتحار شعره عايز الرب ينقذك تعالى له الأول تعالى له الأول هو جي من السمع عشانك هو جالك بس دور بس دور عليه كاننا حجزة تعالى وغيرني تعالى وغيرني تعالى وطهر قلبي تعالى وشفيني من خطيايا تعالى وطوبني قدامك تعالى وخليني إنسان روحي خليني إنسان جديد تعالى واخسل قلبي بدمك الكريم قل له تعالى اكتب اسمي في سفر الحياة تعالى اخلقني إنسان آخر طوبني فأتوب ياريت تقوله كده صدقني هادي تنقلي صدقيني هادي تنقلي لما تقولي له طوبني محتاج أتوب يا رب محتاج يتغير محتاج قلبي يتغسل بدمك دايما بقول الجملة دي للحبايب في التليفونات لازم نستفاد من الدم الكريم اللي سال عشانا وإلا فلن نرى حياة أبدية عارفين ليه لأنه مكتوب كده في الكتاب من يؤمن بالابن له حياة ومن لا يؤمن بالابن لن يرى حياة أبدية بل يمكث عليه غضب الله الله لا يسمح أن يمكث عليك غضب إلهي إذا عانت أن ترجع وتتوب إليه وتعطيه القلب والكيان والوجدان فيروح واخد المخاوف اللي عندك الوهمية اللي ملهاش أساس ويرميها وراء ظهره مع كل خطيات لأنه طرح وراء ظهره كل خطيانة لا يعود يذكرها عارف بعد كده؟ عارفها بعد كده؟ هتتمتعي بفرح رائع جداً لا ينطق به لأن الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديداً الخطيات اللي فاتت الرب غطاها بالكامل طرحها وراء ظهره لا يعود يذكرها مرة أخرى بعدها على طول هتبتدي تختبر وتختبري إيه هي المخافة؟ إيه هو الخوف المقدس؟ عارفين ده شيء رائع رائع صدقوني رائع أنا بستمتع بيه كل يوم كل يوم أصلي وأقوله خليني في ملء المخافة خليني في ملء المخافة خليني أحبك من كل قلبي خلي قلبي ينبط بالحب الجلالك كتير أسأل ناس أقولها تحب الرب؟ طبعاً طبعاً يا أخت مين مش بيحب الرب؟ كلنا بنحب الرب فيش حد مش بيحب الرب لكن المحبة الكاملة بتطرح الخوف إلى خارج المحبة بتاعت الرب بتخليني مش بفكر في إيه اللي بيدور حواليا؟ لكن عارفين فيه ترنيمة حلوة بتقول إيه؟ أنا متطمن ونويا أصله نقشني على كفه أمشي فخور ونماشي معاه زي الطفل في إيد والدي أصل أبويا هو إلهي هو صنعني وهو فداني إزاي بعد ما جه نجاني أنسى وأقول أنه بإنساني؟ معقولة إنساني؟ تفتكروا رب ممكن إنسانا؟ أنا عايزة أن أسأل سؤال للناس اللي اختبرت رب اللي عندها مخافة لكن بيجي الشيطان ويروح حاطة قدامك موقف خليك تلفة حوالي نفسك تنسى إلهك تنسى محبته تنسى حنانه تنسى اللي عمله لأجلك على الصليب تنسى معيته معاك وتبتدي تلف في دايرة حوالين المشكلة عرف الدايرة دي بتخلي سلامك تديهبط إيمانك يبتدي يهبط محبتك وعلاقتك بيه تبتدي تهبط عرف ليه؟ لأن عينك نزلت من عليه ونزلت على المشكلة نزلت على المشكلة ما بنقولش إن الشخص اللي بيتمتع بالمخافة أو الشخص المؤمن مش هيتعرض لمخاوف لا ممكن يتعرض بس لازم نثق في شيء أن الذي معنا أقوى من الذي علينا إحنا معانا إلى عظيم جدا أقوى من الظروف أقوى من الظروف أقوى من المشاكل أقوى من المشاكل أقوى من المرض طبعا أقوى من المرض أقوى مني من نفسي أقوى مني وأقوى من نفسي أقوى إيمانك يتهزف الله أقوى إيمانك يفشل وينزل مستوى منسوبه عن الوضع اللي أنت كنت فيه بسبب مشكلة معينة وكدك حبيبي أنا عارفة أن فيه ناس ممكن على التلفونات يبقى عندها أسئلة وعايزة تشارك بأي حاجة إحنا هناخد مدخلات في الحلقة وفي آخر الحلقة بنعمة الله هنصلي لأجل كل الناس اللي طلبوا نصلي لأجلهم معينا مدخلة هنكتب الأسامي أخ عادل من كاليفورنيا أهلا وسهلا بيك طبعا الخير يا أختي سألو أنا عادل منقريوس أهلا وسهلا يا أخ عادل أهلا أهلا بيك الحقيقة نحمد ربنا نشكر ربنا على كلامك الحلو الجميل ربي باركك ونقول يعني مكسب كبير لقناة القرمة رب باركك يا أخ عادل ربنا يبركك ويبارك الأسرة كلها نصل لنا بقى والحنا استفدت جدا جدا من كلامك الحلو ده يعني الحقيقة كلام مؤثر وكلام في العمق يعني رب باركك يا أخ عادل ربنا يديكي على قد إيمانك وربنا معاك تعيش شكرا للمحببتك أمين يا أخ عادل رب باركك رب باركك سلامنا الأسرة كلها شكرا لمدخلتك أهلا وسهلا بيك رب باركك يا عزيزي أوكي يا حباية بنرجع مرة تاني ونتكلم على الفرق بين الخوف وبين المخافة قلنا المخافة إن الشخص مش بيواجه المشكلة لوحده أنت بتواجهها ومعاك إله رائع عارفيني الترنيمة اللي بتقول أنا لي يا يد قوية وعين صهران علي شماله تحت راسي يمينه تعانقني مبارك اسم الرب أوعد تفتكر أن أنت متساب للظروف أوعد تفتكر أن أنت متساب لأعاصير الحياة وأمواج الحياة تلعب بيك شماله يمين اطلاقا اطلاقا الذين هم في يدي لا يقدر لا يقدر أحد أن يخطفهم مني تفتكروا مين اللي بيقول كده رب نفسه الإله العظيم اللي خالق السماوات والأرض بكلمة قدرته اللي خلقني وخلقك بيقولك طول ما أنت في إيدي محدش هيقدر يختفق مني عارفين هقولكم حاجة جميلة قوي عارفين لو أنا اللي مسكة في إيدي الرب أنا اللي مسكة في إيده إيدها تفلت عارفين الأم لما تبقى ماشية ومعها طفل صغير ابنها أو بنتها مين اللي بيبقى مسكة تاني الأم اللي مسكة الولد مش الولد اللي مسك الأم افتكر زمان والدي كان يديني صبعه أمسكه كده بإيدي صغيرة دي بس إيده التانية ضغط على إيدي ضغط على إيدي أو عتفتكر أن أنت اللي مسكه إيدك هتفلت من أول يوم لكن لأن هو اللي مسكك لا يمكن حد هياخدك من يده لأنه غالي على قلبه جدا لأنك غالي على قلبه جدا أنت تمنك غالي يساوي دم يسوع المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم كم يساوي كم يساوي الإنسان إنسان تمنه غالي قوي 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 وهو اللي مسكك مش أنت اللي مسكه تعالوا بينا نروح لأمثلة حية في الكتاب المؤدس نشوف فيها ناس تحب الرب تحب المسيح وخايفة ومضطربة في العهد القديم وفي العهد الجيد أوكي تعالوا نبتدي بالعهد القديم في العهد القديم كلنا عارفين القصة بتاعت موسى لما طلع هو والشعب من مصر والرب قال لهم تعالوا في البرية عشان تعبدوني وطلع بعد الضربات العشرة اللي جات على فرعون وبعد المعاناة الكبيرة خرج الشعب لكن بعد ما مشوا شوية لقوا قدامهم إيه بحر فرعون بعد ما أطلقهم رجع في كلامه خد المركبات بتاعته وجري وراهم قال لازم أرجعهم تاني لأن هم اللي كانوا فعلا تحت العبودية القصية وهم اللي شايلين يعني أحط الأشغال في البلد جري وراهم فرعون بمركباته موسى بص لقى نفسه بين إيه بين عدوين هينطف البحر هيغرق هيستنى فرعون لما ييجي هيخدهم بالسيف والكارابيج على مصر ويرجع عبيد مرة تانية الشعب صرخ قال له إيه ده احنا كونا كويسين في مصر تجيبنا عشان تموجودنا في البرية فصرخ موسى يا رب قال له مالك تصرخ كده ليه في في إيه في إيه أنت مش شايف أبص ورايا ألاقي فرعون ومركباته أبص ورايا قدامي ألاقي البحر مش كلا دي بالنسبة للرب إيه قارفين رب قال له إيه في إيه في إيدك في إيه مالك لماذا تصرخ إليها كذا في إيه في إيدك قال له ما فيش إلا العصاية قال له اضرب البحر بالعصاية وأنا حشقه لك والشعب هيعبر وحينجوا من الخطر عارفين لو أنا حصل معي الموقف ده كنت أبص كده وقوله إيه إيه يا رب إيه بتقولي إيه تاني وفضل قوح مع ربنا لحد ما يوصلي فرعون أنا كنت أعمل كده صدقوني كنت أعمل كده لأني أحيانا بنبص للإنقاذ أنا بيبقى شريك فيه للمعجزة أنا بيبقى شريك فيها للموقف أنا بحاول أحله وأحله بإيديه وسناني وربنا معايا ما ربنا معانا هو ربنا هيسيبنا ربنا مش هيسيبنا لكن موسى ما فكرش لحظة شفتوا الإيمان شفت الإيمان الرائع اللي أنا محتاجه وإنت محتاجه إن لما الرب يقولك على حاجة تنفذها على طول من غير ما تفكر إزاي لأنه هو فوق إزاي هو فوق المنظور هو يفتح ولا أحد يغلق ويغلق ولا أحد يفتح موسى اضرب البحر حاضر سرعة دب كان معجزة فضيعة فضيعة لما بنحكيها أنا عن نفسي كل ما أفتكرها أو أسرح فيها ألاقي شعري وقف وأنا بلاقي المياه وقفت ندا من هنا المياه عاملة صور عاملة صور وعملة صور مياه أقول لي يا رب لو أنا ماشي حقف كده وحط إيدي على المياه كده وأفضل أصدق ولا ما أصدقش صور مياه صور مياه وبعدين عبر الشعب وراحوا الناحية التانية ولما وصلوا الناحية التانية قالوا يضرب البحر كان المصريين بقى إيه قالوا الله نحن وراهم يلا يقول الكتاب ولما عبر المصريون غرقوا لأن موسى ضرب بعد ما خرج آخر واحد ورجعت المياه زي ما كانت وغرق المصريون في لجة البحر العظيم إيه رأيك في إله رائع زي كده عارف الإله العظيم ده هو أبوك السماوي هو لنقشك على كفه هو لأصوار حياتك قدامه هو لكل مشاكلك مهما كانت قوتها بالنسبة له لا شيء هناخد مدخلة تاني وحنرجع نكمل معكم قالوا قناة الكرمة أخت فديا أهلا وسهلا أنا فديا كنت أكلم حبيتك عالتليفون أهلا وسهلا أخت فديا أهلا بيك يا حبيبتي أنا عايزة أشكرك على الحلقة الجميلة دهية وعايزة أقولك أن أنت كنت سبب ببركة كبيرة ليا النهاردة ربي باركك الحلقة ده هي وبالصلوى اللي صلتها لي مبارحة التليفون كنت سبب ببركة كبيرة ليا خالص ربي باركك يا أخت فادية وعايزاك تذكريني بصلاتك دايما أمين هنصلي في آخر الحلقة يا أخت فادية لكل المداخلات اللي هتجبنا هنكتبها وبنعمة الله في آخر الحلقة هنصلي لكل الناس اللي دخلوا معنا واللي ما دخلوش واللي خايفين واللي مضطربين بنعمة الله أنا عندي فعلا خوف باسمي يسوع أمين واذكريني في صلاتك دايما أمين تعيش يا حبيب تعيش يا روح ربي باركك فعلا حاضر أنية ربنا يبركك يا أخت فادية شكرا لاتصالك يا حبيبة قلبي ربي باركك يا غلي كنا بنتكلم عن موسى والشعب لكن بعد موسى ما مات الشعب قال خلاص موسى مات واحنا في البرية وفيه شعوب كتير قدامنا أكيد حيضيعونا ويموتونا والموضوع انتهى أكيد فكروا كده أكيد فكروا كده لكن الرب جيلي يشوع في يشوع واحد وقال له وقال له موسى عبدي قد مات وقال له أنا عايزك تقود الشعب طبعا بالنسبة اليشوع مهمة صعبة جدا مش سهلة بصوا مكتوب هنا موسى عبدي قد مات فالآن قم عبر هذا الأردن أنت وكل هذا الشعب إلى الأرض التي أنا معطيها لهم أي لبن إسرائيل ممكن يشوع يقول له طب دوك ها كان موسى طب وانا يا عم أنا روح فين في موسى مش كتير بتقارن نفسك بالناس وتقوله أنا روح فين في الأخف لا أنا روح فين في الأسيس أنا روح فين في أبونا فلان ولما الأسيس يقول يا يا أخونا خلي عندك إيمان يا أبونا أنت خادم الله لكن أنا أروح فين رب يقول لك وبيقول لك النهاردة لا تقول أني ولد أوعى تقول كده اللي كان مع موسى الرب قال له كده اليشوع يشوع كما كنت مع موسى يشوع كما كنت مع موسى أكون معك مبارك اسم الرب أوعى تفتكر إن أنت أقل منه ده أنا اللي قدت موسى وأنا اللي طلعت البرية بموسى هكمل معك ورب يقول لك وبيقول لك أنا كنت مع أهلك زمان وعده بحار ومحيطات ومشاكل وضغوط وأمراض وضيقات وأنا هو هو أمس واليوم وإلى الأبد أنا ما بتغيرش ظروفك بتتغير وللأسف الشيطان بيلبسك نضارة بيتهيألك إن أنا بتغير مع الظروف بتاعتك في حين إن في آية رائعة بتقول الجبال تزول والأكام تتزعزع الجبال تزول تخيلوها كده ساعة أفكر فيها حس مخي ده الجبال تختفي الأيوة حتى لو اختفت الجبال الأكام تتزعزع كده الأكام تتزعزع أما إحساني فلا يزول عنك وعهد سلامي لا يتزعزع قال رحمك الرب صدق صدق مشكلتك إنك مش عارف تصدق فمش عارف تتمتع بالمخافة الحقيقية والخوف يهرب منك مشكلتك إنه ما عندكش إيمان مشكلتك إنه ما عندكش إيمان وبنرجع نلوم ربنا ونقوله ليه يا رب حطتني في الموقف ده ليه يا رب سمح عزيزي عزيزتي ما تلومش الرب لما ما يكونش عندك إيمان لكن تقوله أعن عدم إيماني وتقوله ديني يبقى عندي إيمان عامل بالمحبة قلبي مليان إيمان وقلبي مليان محبة عارف؟ حتطلع فوق الجبال وهتنزل للسهول وهو ماشي معك وهو مسك بإيدك وهو بيقولك لا تخف لأني معك لا تتلفت لأني إلهك تعوتك بإسمك أنت ليه حيقولك أنا هو الرب إلهك الممسك بيمينك القائل لك لا تخف أنا أعينك هللويا مبارك إسم الرب لو أنت بتقرأ باستمرار وبتعلم على الآيات وبتحاول أن تكتبها على الناحية تكتب نوتس ترجع لها في يوم الأيام كنت زمان أنا يعني مفروض أن أنا أعمل كده تاني أحط إيدي على الآية أقوله أنت قلت هنا أنت قلت مش هتنازل يا رب مش هتنازل يا رب عن اللي أنت قلته بصوا بيقول ليشوع إيه بيقوله لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك تشدد وتشجع في عدد سبعة بيقوله إنما كن متشددا وتشجع جدا لكي تتحفظ للعمل حسب كل الشريعة التي أمرك بها موسى حسب كل الشريعة مش ممكن هيتملي قلبنا بالإيمان والكتاب المؤدس بنقرأ مرة كل أسبوع كل أسبوعين كل شهر على الأعياد كل سنة كتاب المؤدس نمسح من عنه والطراب ونحطه تاني بركة على الترابيزة بنعمل كده أوعة تكون بتعمل كده أوعة تكون بتعمل كده إلى الشريعة وإلى الشهادة إن لم يقولوا مثل هذا فليس لهم فجر ارجع للكتاب ارجع للمكتوب هتلاقي الرب هيديك مواعيد عظيمة جدا هتحط إيدك عليها وتقوله أنت قلت في حتة حلوة بتعجبني قوي في الأصحاح ده يشوع واحد في عدد تسعة الظهر بعد ما رب تكلم يشوع بدا كله كان يشوع مازال كده زي حلاتي شوية كده وشوية كده زي حلات ناس كتير كثيرين من اللي بيشاهدون دلوقتي رب قال له آية رائعة جدا يعني بتيجي في زهني كده بتشبيه هقوله لكم دلوقتي رب لما لقى يعني آه مش واخد الخطوة قال له أما أمرتك أما أمرتك الله ده فيه أردر ده فيه أردر أنا أعطيك أمر إنك ما تخافش تشدد وتشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب عارفين أنا لما بمشي ومعايا ابني صغير هو أقى مسكاة ماشيين مثلا في حتة الشارع في البارك في أي حتة وتيجي قطة تلف حواليه وممكن يكش منها قطة شكلها سودة كده تخوف ماما أقوي أقوله حبيبي أنا مسكاة ما تخافش هي مش هتيجي جنبك وأمشي معا لكن كل شوية يجي ورايا هو مسك إيدي وخايف ومرعوب ويلف من ناحية تانية ويبتدي كده يخيرني وأنا ماشية أنا هعمل فيه إيه إنت هدي عمل فيه إيه إنت هدي عمل فيه إيه أقوله مش قلتلك ما تخافش تشخد أه أنا بشخد أنا حاسة أن الرب كان بيعمل كده بيقوله مش قلتلك ما تخافش مش أنا أمرتك وقلتلك تشدد وتشدد أنت عايز إيه تاني أما أمرتك عزيزي أختي الرائعة الغالية اللي شايفاني دلوقتي اللي حاسة بخوف الرب بيديك أردر النهاردة بيقولك تشدد تشددي تشجع لا ترهب ولا ترتعب لأن الرب إلهك معك من المنت رايح حيث ما تزهب هنأخذ مدخلة ونرجع تاني نكمل ألو ألو الأخ عادل أهلا وسهلا وسهلا أخي عادل إذا حضرتك نشكر الله الحمد لله شكرا على البرنامج العظيم تعيش يا أخي عادل جف وقت يعني كلنا بنحتاج إلى عدم الخوف والإيمان بربنا يسوع المسيح ربي باركك الأخ عادل شحاتة صح كده أهلا وسهلا بك يا أخ عادل ربي باركك ربي بارككم فعلا وأنا يعني بشيت بصلواتك وأننا اختبرت صلواتك في كثير من الأمور ربي باركك يا أخ عادل ربنا يبارككم وبركك خانة الكرمة في كل خدماتها وخصوصا في خدمة الصلاة أمين 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 يا أخ عادل شكرا للمحبتك يقول لنا كن رجلا أيوة وكون رجلا كون رجالا تقوى مصبوط وهو أمس واليوم وإلى الأبد طبعا اللي كان مع شعبه في القديم ومشار معهم أربعين سنة لم يعوزهم شيء من الخير وهو هو معنا برضو بس إحنا لنطلب إحنا لنبدأ بالطلب هو واقف مستني بيقول لنا اطلبوا إلى الآن لم تطلبوا شيء نطلب يا رب أننا ما نخافش من العدو ما نخافش من أي ظروف ما نخافش من العالم ما نخافش من كل شيء لأنه هو يده معنا لأنه نازل معنا شكرا يا أخ عادل مرسيلي مدخلتك الرب يبركك أخي جمال من كاليفورنيا أهلا وسهلا أهلا يا أخت سلوة أهلا وسهلا يا أخي جمال أخي جمال بن يمين أهلا وسهلا الحقيقة أنا بشكر قناة الكرمة على هذا البرنامج الرائع وبشكرك على الكلام الرائع الجميل حبي بركك أخي جمال أنت تشجعنا لأنه فعلا من القلب أنت كل البنت حلو ورائع لأنك بتتكلمي عن حب يسوع وروعة يسوع فعشان كده الكلام بيكون ليه تأثير ووقع كبير في قلوبنا عشان بس بتفكرين مين هو إلهنا الحلو الجميل اللي لازم نتمسك بيك في الوقت هو الله عزيز تعيش يا أخي جمال أمين في اسم يسوع لمجدو لأنك بتصلطي كل الأدواء على يسوع الحلو اللي محبته بتفكرين قد إيه محبته لينا وقد إيه التمن الغالي اللي دفعه فينا وبالتالي مبارك اسم الرب ربنا يباركك يا أخي جمال شكرا كثير على البرنامج الممتاز شكرا يا أخي جمال ربي باركك يا عزيزي شكرا لتشجيعك ربي باركك الأخت مارينة من مصر أهلا وسهلا بيها إزايك يا أخي فهل وعمل أيه أهلا وسهلا إزايك يا مارينة أنا بشكرا لكلام اللي أنت برنامج بجد لبرنامج حلو قوي والكلام معزي جدا يعني بشكرا كتير تعيش يا مارينة ربنا يباركك يا حببتي أنت أخبارك إيه أنا سنة الحمد لله بس عايزة أصوب من حفظة طلب عايزة كتخالي أنا وبابا وماما علشان نحن فيها شكل جامدة جدا والتعريب على الموضوع أو الكلام اللي أنت تتكلميني عنه النهاردة هو بالضبط فأنا محتاجة أطلق كتير منك جدا اسمي يسوع أمين أمين هنصلي حاضر في آخر الحلقة بنعمة الرب لأجب كل اللي طلبه أمين يا مارينة حبيبتي هنصلي رب يكون معاكم وحبيبتي وحافظ عليكم وحنصلي لكم في آخر الحلقة بنعمة الرب أخت نعمات من نيويورك أهلا وسهلا هلو أخت نعمات أخت نعمات سامعانا أهلا وسهلا بيك أهلا بحضرتك أهلا يا حبيبتي تفضلي أنا أتكلم دلوقتي أنا على الهواء آه تفضلي أنت على الهواء كلنا سامعيني أنا بشكركم لأجل الكلمات الحلوة ربي باركك أنا بشكركم ألو أيوة حبيبتي سامعينك يا روحي تفضلي أشكركم لأجل الأوردر الأوردر الإلهي أهلا بحضرتك أنا بشكركم لأجل الأوردر اللي بعتهولي لأن كنت 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 محتجاله فعلا أمين أمين يا حبيبتي أمين لأن في رسالة أنا يعني الناش حبيبي وقريبي محمل هالي من مصر أصر مفككة وعيشة طبعا أنت عارفة البيوت اللي لما تبقى مفككة نعم أيوة الزوج بيبقى صعب طبعا وشوي اللي شايب مراته وبنتها أيوة فعندي اسمين واحدة اسمها مونة عندها ابن معوقة وجوشها صعب جدا والتانية اسمها ليليان عندها بنت حلوة الأخت مونة عندها إيه حضرتك بنتها معوقة وجوشها صعب جدا وشارس وبنت التانية بنت تانية اسمها ليليان ليليان عندها عندها بنت حلوة بس جوشها سايبها عند دمها ومش قابلة معاني إنسانة مؤمنة وبنت حلوة 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 وهادية ورقيقة جدا حاضر يا حبيب فمن فضلك حاضر تحت أمبك ليليان ومونة أمين ليليان ومونة أمين وإحنا متكريل اللي قال أما أمرتك طبعا يعني الرعب الرعب فعلا على أحوالنا وعلى ظروفنا في مصر الرب بيبعثينا صوته إن إحنا حييجي اليوم ونشوف إن البحر والطريق اللي فتحوا لنا وحنمر على اليابس والبحر حيتقفل على كل أعداء الرب أمين والناس اللي شايرين على اسمه وعلى كلمته وعلى وعلى يده الممتودة للعالم كله شكرا يا أخت نعمات شكرا لمحبتك وشكرا لمشاركتك وإحنا نصلي الأجل الأخت مونة والأخت لليان والأجل ظروفهم شكرا لكم حبيب أنا عايزة بسرعة أجري على العهد الجديد إحنا خدنا مثال يشوع قبل ما يفوتني الكلام في العهد الجديد عايزة أقول أن يشوع قال آية رائعة خالص في آخر الأصحاح بعد ما الرب شجعه والرب اداله الأردر الإلهي عارفين قال إيه هو والشعب عارفين قال إيه كل ما أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب بحب الآية دي قوي بقوله نفسي تبقى شعاري في الغرب يا رب كل ما أمرتنا به نفعله هنعمل اللي انت عايزه إحنا رهن إشارتك وكل اللي أمرتنا به هننفزه بنعمة الله كل ما أمرتنا به نعمله وحيثما ترسلنا نذهب لو رحنا العهد الجديد هنشوف مثالين ثلاثة في العهد الجديد في العهد الجديد لو بصينا للرب يسوع لما عمل معجزة بتاعة إشباع الجموع وبعد ما شافوا مجد الرب وأكلوا وشربوا ومبسطوا فرح قال للتلاميذ كده اسبقوني للعبر وروحوا السفينة وأنا هاجي هحصلكوا يعني فرحوا خذوا السفينة وهو قعد شوية يصلي وهما مشوا هما مشوا لكن هو كان عينوا عليهم ولا لأ ده كان قلبه معاهم مش بس عينوا كان قلبه قلبه ماشي معاهم وعينه كانت عليهم دخلوا السفينة تحركت السفينة أمواج قامت رياح قامت الدنيا دربكت عارفين يتقال عن البحارة دولا الصيادين اللي بيصيدوا بقى ويركبوا مراكب ونشوا الطرق ويبقى في الصيد وفي وفي سوقت المراكب عارفين زي ما بتقول الآية في سفر المزامير كل حكمتهم ابتلعت تصوروا تصوروا الناس اللي كانوا طول نهار مسكين مراكب وبيجروا شمال ويمين ويروحوا ونص البحيرة ونص الحتة دي عشان يصطادوا ويقفوا مشلولين وفعلا يتم فيهم القول وكل حكمتهم ابتلعت خلاص كله جي أرض مهددين بالغرق في موت قدام عينهم آه الله هو بعثنا عشان نموت وحدنا وهو بعيد عننا ازاي هو فين أين هو الله إله إلي موجود عينه عليك وقلبه معك وهم ماشيين جي الرب ماشي فوق الموج الدنيا ظلمة فيش أنوار وسط البحر المراكب دي طبعا مفيش نور فيها ظنوك خيال قالوا كمان في شبح جاي لنا معقول يا جماعة دانتوا دا لسه عامل معاكم معجيزة كبيرة دا لسه أشبع الجموع بأرغفة قليلة وسمكتين تاني خيال شبح بيجي شيطان ويقولك كده على طول وبتنسى إن عيناي عيناي الرب عليها من أول السنة إلى آخرها تنسى وبعد كده عارفين رب قال لهم إيه قال لهم ثقوا أنا هو لا تخافوا عارفين لما لما إحنا بنكون مثلا على بلاج مثلا يعني وحد من الولاد سولادنا يخش في الماء الجوه والموجة بتيجي تخبط على الشاطي ما بيبقوش سامعيننا جوه صح فبنعمل إيه نعمل كده أنا بتخيل كده يعني معلش دا خيالي ممكن يبقى غلط وممكن يبقى صح بس أنا يعني بتخيل كده بتخيل إن أنا لما حب أنادي على ابني يا فلان أرجع حاسب أعمله كده بصوت عالي علشان صوتي يلف فوق الموج وصله أنا كنت حاسة إن الرب يقولهم كده ثاكوا والكلمة بتلف تلف تلف فوق الموج حد ما تداركوا إنه هو الرب دا هو اللي جاي لنا دا هو اللي ماشي فوق الموج دا هو اللي جاي عشان ينقذنا عارفين الرب انتهر الموج انتهر الريح مرة ثانية كان نايم في السفينة وقامت الأمواج وايقظوه قالوا له أما يهمك إننا نغرق قام طهر الموج وقال لهم ما بل لكم خائفين كيف لا إيمان لكم دا أنا بعلم فيك طول النهار عشان يبقى عندكم إيمان عايز أقلكم إن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه مش حينفع من غير إيمان إن احنا نسلك في حياة المخافة وزي ما هرجع وأقول الإيمان هيجي نحن حنآمن بربنا يسوع المسيح وبدمه المسفوك لأجلنا لتطهير خطيانة بدمه وينقلنا من الظلمة إلى النور ومن العبودية إلى حرية مجد أولاد الله هيكون معنا مداخلة بسرعة ألو ألو بنت الرب أهلا وسهلا أهلا وسهلا بنت الرب أهلا وسهلا بنت الرب أهلا وسهلا بيك يا أخت ساوسن حاضر يا حبيبتي إحنا هنصليلك هنصليلك صدقين يا أخت ساوسن حاضر يا حبيبتي حاضر حاضر يا سوسن عناية يا حبيبتي حاضر يا حبيبتي حاضر يا أخت سوسن حنصليلك في نهاية الحلقة إحنا خلاص قربنا علشان هنصلي لكل الحبايب اللي معنا أنا عايزة أقول لكل الحبايب اللي سمعيني إن إحنا مش هنخاف لأن الذي معنا أقوى من الذي علينا ومهما كانت الظروف صعبة مش ممكن هتقدر تغلبنا لأننا قد اشترينا بثمن وهو الإله الرائع اللي لم يشفق على ابنه بل بزله لأجلنا أجمعين حتما سيهبنا معه أيضا كل شيء حقر معاكم بعض الآيات للتشجيع قبل ما نصلي بس قبل ما هقول الآيات عايزة أقول أسأل سؤال لكل واحد سمعني أنت خاف من بكرة؟ ماذا يخبئ لك الغد فيه؟ أوعد خاف من بكرة لأن إله بكرة هيعتني ببكرة وقال لا تهتموا بالغد لأن الغد يهتم بما لنفسه ويكفي اليوم شره شيء الهم النهاردة شيء الهم النهاردة بس ولو جاء بكرة إله بكرة هيعتني ببكرة هقرب سرعة الآيات لتشجعكم فقط في عبرانين 13-6 بيقول كده الرب معين لي فلا أخاف ماذا يصنع بإنسان في أشعي 35 بيقوله قولوا لخائفي القلوب تشددوا ولا تخافوا في مزمور 56 عدد 3 بيقول في يوم خوفي أنا عليك أتكل في يوم خوفي أنا متكل عليك يا رب في يوحن الأولى 4-18 لا خوف في المحبة لأن المحبة كاملة تطرح الخوف إلى خارج في مزمور 27 بيقول الرب نوري وخلاصي ممن أخاف الرب حصن وحياتي ممن أرتعب في مزمور 34-4 طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني من كل مش من واحدة واحدة لا من كل مخاوفي أنقذني في رؤية 2-10 بيقول لا تخاف مما أنت عتيد أن تتألم به ما تخافش من الألام اللي جاية أنا معكم إلى انقضاء الضار كل الأيام إلى انقضاء الضار لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد في متى 10-28 ما تخافش حتى لو الحياة بتاعتنا انتهت لأي سبب بسبب مرض بسبب حدثة بسبب حتى ولو اغتيال فنشكره نشكر الرب جدا لأننا لسنا من هذا العالم كما أنه هو قال لست من هذا العالم النزل علي جيش لا يخاف قلبي مزموش 27 عدد 3 خلينا كلنا نغمض عينينا ونصلي ونشكر الرب على أنه ادينا اطمئنان كامل أننا ما نخافش ونتكل على إله عظيم رائع مكتوب الإله القديم ملجأ والأذرع الأبدية من تحت يلا بينا نصلي يا ربنا المعبود المبارك بنشكرك ونباركك نعظمك من كل القلب لأنك إله أمانة لا جورة فيك نشكرك لأن كل الماضي بيشهد ليك والحبك ورعايتك لينا والحاضر والجاي في إيديك بالحمد هيشهد لك فينا نشكرك لأننا لسنا متركين للظروف ولا للصدف ولا للأمواج أن تحدفنا يمينا ويسارا وفقه تحت لكننا في يدك والذين هم في يدك لا يقدر أحد أن يخطفهم منك يا رب بنجيلك وبنقولك من فضلك شيل كل وهم كل خوف في قلوب عبيدك الذين يشاهدوننا على التلفزيون وحول في اسم الرب يسوع عن طريق دمك الكريم هذا الخوف إلى مخافة وخوف مقدس وهو القلب المليء بالمحبة لجلالك علمنا زي نحبك علمنا زي نسمع لكلامك علمنا أن نذهب إلى الشريعة وإلى الشهادة علمنا أن نبحث في المكتوب فنجد لنا في حياة يا رب من فضلك في اسم الرب يسوع غير كثيرين في هذا الصباح غير كثيرين حتى ينتقلوا من حالة الخوف المقدس إلى حالة المخافة الكاملة يا رب كل عبيدك اللي احنا يا رب كتبنا اسميهم واللي طلبوا نصلي لهم ونصلي لأسرهم بنحطهم بكل تفاصيل حياتهم بنحط مخاوفهم قدامك بنحط مشاكلهم قدامك بنحط ضربة قلبهم قدامك بنحط الناس المغرورة يا رب اللي فاكرة انها فاهمة وهي مش فاهمة ولا حاجة علمنا نيجي ونقول اذا تواضع شعبي الذي دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية فاني اسمع من السماء واخفر خطيتهم وابرق ارضهم ابرق اراضي في هذا الصباح يا رب ابرق اراضي في اسم الرب يسوع اشكرك لانك كنت معنا وعلمتنا وفهمتنا بارك ما اسمعتنا اياه في اسم ربنا يسوع اسمع واستجيب لك الكرامة والمجد الى كل اباد الظهور امين احبة انا بنشكركم جدا لاجل متابعتكم البرنامج لاجل الوقت الرائع الاضنام مع الرب ومع بعض ربنا يبارككم مش عايز حد يرجع يخاف لكن يرجع للكتاب يتشجع تشدد وتشجع لان الرب الهك معك حيث هما تذهب هنتقابل انتقلنا الرب في مجيء والتلاتي جاي الساعة 11 بنعمة الله صلوا للكرمة وصلوا لعمل الله في الكرمة صلوا لنا زي ما احنا بنصلي لكم كتير والرب معكم ثبتنا يا إليف الكلمة باركنا أنت يا رب النعم اجعلنا أغصاناً مثمرة في الكرمى في الكرمى نحمل الرجال وحب السماء فكلنا شركاء في الكرمى في الكرمى نرفع الصلاة لمليك العلام فهو رب الحياة الكرمى 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 الكرمى